افتتاح متحف عدوى التذكاري وسط العاصمة تردس أبابا بحضور كبار مسؤولي الدولة رئيس الوزراء يفتتح مطارا جديدا في مدينة جودي بإقليم الصومال الاثوبي أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في نشرة الأخبار وقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الاثوبي من أدس أبابا تم افتتاح متحف عدوى التذكاري بالعاصمة أدس أبابا بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف المدوين وقالت رئيسة الجمهورية سهل واركزودي بهذه المناسبة إنه يجب على الجيل الحالي استخلاص الدروس من انتصار عدوى الذي تردد صداه في جميع أنحاء إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والعالم بأسره في الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقلال وعشرت الرئيسة سهل واركزودي أن أحياء ذكر انتصار عدوى ليس انتصارا لثبيا فقط بل هو انتصار ألهم الأمل في الحرية والمساواة للشعوب وضفت الرئيسة أن انتصار عدوى يحتفل به على نطاق واسع خارج ثبيا من قبل جميع الأفراد الذين ناضلوا ضد القمع مشددة على همية الحفاظ عليه بعناية ونقله إلى الأجيال القادمة وشددت الرئيسة على همية أن يستفيد الجيل الحالي من تجارب الأجداد الذين قدموا تضحيات في مواجهة القوات الغازية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية دعا رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لثبيين للحفاظ على قيم وحكمة الأجداد لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الازدهار الوطني جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح مطحف عدوى التذكارية الذي بني لإحياء ذكر انتصار معركة عدوى على القوات الإيطالية مطلع مارس عام 1896 وحتى رئيس الوزراء الجيل الحالي على أن يرثوا حكمة الأجداد التي طبقوها في التعامل مع الخلافات والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة الوطن وقال رئيس الوزراء أن الاثبيين يتمتعون بميزة فريدة من نوعها كونهم أبناء وبنات الأبطال والبطلات الذين انتصروا بشجاعة في معركة عدوى الشهيرة وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكرار روح انتصار عدوى في ضمان الأمن الغدائي والتخفيف من حدة الفقر وعرب رئيس الوزراء أبي أحمد عن امتنانه لعمدة مدينة أدس أباب السابق تكر أمى والعمدة الحالية أداني شبيبي لدورهما البارز في إطلاق واستكمال مشروع المتحف التذكاري بنجاح افتتح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد صباح اليوم الاثنين مطار جودي أو جازي ميراد الذي تم تشيده في مدينة جودي بأقليم الصومال الإثيوبي وهو مشروع قامت به الخطوط الجوية الإثيوبية وذكر رئيس الوزراء في تدوينة الهو على موقع فيسبوك أن افتتاح محطة الركاب والمطار الجديد يهدف إلى تسهيل الوصول العادل إلى التنمية وتقديم خدمات مريحة ويتمتع المطار الجديد الذي يضم صالة ركاب واسعة بالقدرة على استيعاب أربع طائرات من طراز بوينغ 737 في وقت واحد وتشمل هذه المحطة التي استغرق بناؤها ثلاث سنوات على تقنيات حديثة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وفقا لمكتب رئيس الوزراء قالت عمدة مدينة أد ساببا دان شبيب إن متحف عدوى التذكاري هو المكان الذي سيتعلم فيه جيل المستقبل الحقيقة الكاملة حول تاريخ وأهمية انتصار عدوى وقامت عمدة مدينة أد ساببا بتهنئة لتوبيين بمناسبة افتتاح متحف عدوى التذكاري الذي تم بناؤه في قلب العاصمة أد ساببا لتخليد الانتصارات في معركة عدوى الشهيرة والذي يشكل مصدر إلهام للسود في جميع أنحاء العالم للنضال من أجل حريتهم وأكدت أن انتصار عدوى لم يتم وحياه بالشكل الذي يليق بعظمته وأشرت إلى أن المتحف الجديد تم تصميمه ليخلد بشكل خاص بطولات لتوبيين الذين لم تحظى قصصهم بالاهتمام الكافي وأوبحت أن التاريخ الخالد لليتوبيين قد تم بناه في النصب التذكاري بمبادرة من رئيس الوزراء الدكتور عبي أحمد وقالت أن انتصار عدوى هو النصر الذي ألهم الأفارقة والدول المستعمرة لمقاومة القمع والنضال من أجل استقلالهم وأكدت أن النادي سبب أصبحت الآن مركزا يمثل السودة في العالم بفضل هذا المتحف التذكاري الكبير مشيرة إلى أن المتحف يمثل وجهة إضافية جاذبة للزوار أكد المؤرخ وعالم الآثار تجنوغوسا أن تاريخ الشهداء لتوبيين يستحق النصب التذكاري الذي أصبح حقيقة في هذا الجيل الجديد ويحيى نصب عدوى التذكاري ذكرى معركة عدوى التاريخية التي وقعت في الأول من مارس عام 1896 ما يقارب 128 عاما وأشار تجنو إلى أن انتصار عدوى غير الواقع التاريخي غير الواقع التاريخي للسود الذين كانوا تحت الاستعمار وأشار المؤرخ أن النصر الذي يعتبر منارة لحرية الإنسانية وأن العديد من الدول الإفريقية والزعماء في القرى بما في ذلك رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون منديلا اشتلهموا من هذا النصر في كفاحهم ضد الاستعمار وقال الباحث أن النصب التذكاري المبني حديثا سيخلق روحا جديدة للإثوبيين وغيرهم من السود وأوضح التجنو كذلك أن انتصار عدوى ليس فقط للإثوبيين ولا فارقة ولكنه أيضا رمز للحرية الشعوب في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من العالم ذكر العلماء والباحثون من إثوبيا وأرض الصومال أن الاتفاقية الموقعة بين إثوبيا وأرض الصومال لوصول تب إلى المنفذ البحري تعزز العلاقة بين البلدين ودول المنطقة وتحقق الأمن والاستقرار المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الرحيم محمود ذكر أولماء وباحثون من إثيوبيا وسوماليلاند إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وسوماليلاند ستؤزز الحركة الإفريقية وتسرع التكامل الإقليمي من خلال تأزيز التنمية المتبادلة والسلام وشدد الأولماء بأن مذكرة التفاهم تمثل فرصة لتأزيز الألاقات الإقليمية خارجة نتاق الطرفين الموقعين وذكرت أوباما آدم رئيسة جامعة دردوى بأن الجهود التي تبذلها إثيوبيا حاليا لاستعادة الوصول إلى البهر مناسبة بناء على القانون الدولي والمبادئ الدبلوماسية للأخذ والأطاء وشددت على أن الاتفاقية مع صوماليلاند لديه القدرة على تعزيز المنافع المتبادلة والتنمية الشاملة والسلام في المنطقة وحثت المجتمعات في البلدان المحيطة على الاعتراف بالمزايا المتعددة الأوجه للاتفاقية ومن جانبه سلط الضوء أبد الرحمن محمد الباهث في معهد دراسات السلام والسراء بجامعة هرقيسة على الموارد المحدودة في المنطقة والكوارث الطبيئية والمتشابكة وشدد على جهود إثيوبيا الدعوبة لتأزيز السلام ودمان المنافع المتبادلة العادلة في جميع أنهاء المنطقة وشدد أبد الرحمن على أن الوصول إلى البهر أمر بالغ الأهمية للسلام والاستقرار الإقليميين وذكر أن مذكرة التفاهم أرض السومال ستسائد في منء الجرائم العبرة للهدود وهل النزاعات البهرية ومكافحة الإرحاب وأشار أبد الرحمن إلى أن مذكرة التفاهم ستفيد كلا الطرفين وتهم المسالح الوطنية لإثيوبيا وأكد على أهمية الوهدة الإفريقية في استعادة الوهدة وتعديد التكامل الإقليمي داك إلى الاتهاد الإفريقي وأكدت هيلينة أشنا في أدوهية التدريس في كلية الحقوق بجامعة دير ردواء على أهمية التعاون الاقتصادي من أجل التواصل الإقليمي ودأت جميع بلدان المنطقة إلى الالتزام السياسي وشددت هيلينة على درورة تحقيق منافع متبادلة عادلة من أجل البقاء الجمائي للمنطقة وعاربت أن دعمها لجمهود إثيوبيا لإنشاء بوابة بحرية وأشارت إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تؤزز النفوذ القيادة الإيجابي لإثيوبيا في المنطقة وتسايد في تخفيف تخاليف إيجار الموانئ وشدد مفتاه محمد الأستاذ المصاعد في العلوم السياسية والألاقات الدولية بجامعة جبجيغا على أن أدد سكان إثيوبيا الكبير وقدرتها التنموية ومواردها الوفيرة هي عوامل تمكنها من ممارسة نفوذها في المنطقة وأشار إلى درورة تعاون الدول المجاورة لإثيوبيا التي تمتلك في البوابات بحرية مع إثيوبيا في تنمية المنطقة وإيطاء الأولوية للاستقرار من خلال مبدأ الأخذ والأطاء وقال المهادر في جامعة جمة في قسم الإعلام والاتسالات الدكتور دمالاش منقستو إن وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية وافتكارها إلى موانئ بضيلة يشكل تهديات أمام دعم اقتصادها المتنامي وتلبية اهتياجات شعبها وأكد أن مذكرة التفاهم أرض السومال ستلعب دورا حيويا في توسيء خيارات الموانئ لإثيوبيا وتعزيز دورها الإقليمي وأكد دمالاش أن مشاركة أرض السومال في القطوط الجوية الإثيوبية رمز الفكر الإفريقي ستؤزز فوائدها بشكل كبير وهذر من قيام بعد الأطراف بتهريف الفوائد الإقليمية المتبادلة لمذكرة التفاهم وشدد على واجب الألماء في تقديم معلومات دقيقة ودع الألماء ليكونوا سفراء للتعاون والسلام في المنطقة انطلقت بالعاصمة أدس أبابا فعاليات الدورة الثالثة للجنة لتوبية الرواندية الوزارية المشتركة ووفق اليزارة الخارجية لتوبية هدف الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين واستكشاف سبول جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وأشير إلى أن وزارتين خارجية البلدين ستترأسان غدا ثلاثاء اللجنة الوزارية المشتركة وسيط تم التوقيع على نحو عشر مذكرات تفاهم من قبل سلطات مختلف القطاعات ومن المتوقع أيضا أن تعلن إيثوبيا ورواندا التزاما جديدا بالتعاون وتعزيز العلاقات القائمة عند اختتام الاجتماع أكد سفير إيثوبيا لدى الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم بدل جهود كبيرة للاستفادة من الأسواق والتكنولوجيا العالية في الإمارات العربية المتحدة وقال سفير إيثوبيا لدى الإمارات العربية المتحدة عمر حسين إن العلاقات بين إيثوبيا والإمارات العربية المتحدة قوية وضف أنه تم التوقيع على اتفاقيات مختلفة لتعديد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وضف أنه تم التوقيع على اتفاقيات مختلفة وكشف السفير أن يتبقى الامارات العربية المتحدة على سبيل المثال وقعتها 17 اتفاقية تعاون تغطي مجالات واسعة خلال زيارة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان الدس أبابة في أغسطس 2023 وقال السفير عمر أنه قبل اتفاقيات التعاون تم تنفيذ أكثر من ثمانية أنشطة قائمة على المشاريع مضيفا أن دولة الامارات العربية المتحدة لديها استثمارات تزيد عن 2.4 مليارات دولار أمريكي في إثبيا وعفقا للسفير فإنه يتم بدل الجهود الكبيرة من أجل تعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين قال السفير الإثبياء لدى تنزانيا أن الجهود الدبلوماسية التي تبدلها إثبيا أتت بثمارها بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على الرغم من الظاهرة الإقليمية والعالمية غير المنتظمة وقال المبعوث الخاص والمفوض لإثبياء إلى تنزانيا السفيد شبر مامو إن التحركات الدبلوماسية الأخيرة لإثبياء هي استجابة للتطلعات السياسية والاقتصادية التي طال انتظارها للبلاد وفقا له فإن عضوية إثبياء في مجموعة البريكس واحدة من النجاحات التاريخية للديبلوماسية الحديثة للبلاد وأشر السفير إلى أن عضويتها في مجموعة البريكس أثبتت بلا شك الدور الحاسم لإثبياء على الساحة العالمية وقال إن البلاد تنتهج نهجا دبلوماسيا وإجري تنفيذ أنشطة هائلة لحماية المصالح المستدامة للبلاد وأشار إلى أن هذا النهج أدى إلى انتصارات دبلوماسية لإثبياء على الصعيد الدولي أعلنت لجنة إدارة المخاطر والكوارث الإثبياء أنها قامت بنقل أكثر من 32 ألف كنطار من الحبوب والأغذية للمحتاجين في إقليم تجرعي وقال مدير الإدارة اللوجستية في اللجنة تيدروس دامسي أنه تم نقل الحبوب والأغذية إلى المنطقة من مستودع در دواء وقال المدير إلى جانب دعم الحكومة الفيدرالية مبادل الجهود للتنسيق بين المغتربين والجهات الأخرى التي يحصل المحتاجون على الدعم اللازم منها ووفقا له فإن الحكومة تولي اهتماما أكبر من أي وقت مضى لعادة التهيل المستدام لشرائح المجتمع المعرضة لمختلف التحديات وأوضحت اللجنة أنه خلال الأشهر الستة الماضية قامت الحكومة بتوزيع الحبوب والأغذية المغذية على ثمانية ملايين شخص يحتاجون إلى الدعم في جميع أنحاء البلاد بسبب التحديات الطبيعية ومن صنع الإنسان في نهاية هذه النشر إليكم تذكيرا بأبرز العنوين افتتاحوا متحف عدوى التذكاري وسط العاصمة الدس أبابا بحضور كبار مسؤولي الدولة رئيس الوزراء يفتتح صباح اليوم مطارا جديدا في مدينة جوديا بإقليم الصومالي لثوبي شكرا على متابعتكم